أذكر مرة أنه كانوا أخذ موقف في أزمة عربية وجتل هدية لكن للأسف الشديد أن الهدية كانت نقضية يعني وأنا كنت شاهد على هذه الوقعة وكان معاها الهدية ألم فاللي حصل أنه رجع الفلوس وخد الألم وقال الضيف اللي قاله يعني هذا القلم مقبول سوف أكتب به أما هذه النقود فليست من حقي وليس خالد محمد خالد الذي يتلقى السمن دي كانت أخلاق خالد محمد خالد ولذلك كان السورته عند الناس فيها الكثير من النبل والترفع دي كانت أخلاق خالد محمد خالد محمد خالد توديو الشف salv monte إنه صاحب الفكر ده شيء زوقيمة يجب أن تظل دايما في ضمير الناس بصورتها المترفعة النقية وهكذا كان خالد محمد خالد عاش إنسانا نبيلا ومفكرا عظيما ورجل دين من طراز رفيع شكرا